قبل افتتاح الجلسة الأولى من ثلاثية الحوار وبالتزامن مع دخول المصورين الصحفيين تمنى الرئيس بري أن يأتوا ويصوروا في ختام الجلسات ومع ما تحمله هذه الكلمات من أمل بالتوصل إلى نتيجة يوم الخميس المقبل افتتح بري الجلسة بالإشارة إلى الوضع الخطر الذي يفرض على الجميع الاتفاق داعيا إلى الاتفاق على دوحة لبنانية تبدأ بالرئاسة وأوضح بري أن السلة هي أساسا بجدول أعمال الحوار وبعد المدولات كان النائب ولي جملاط أولى المغادرين داعيا إلى التحلي بالصبر لم يحن موسم الكطاف ولكن عم نروي هالمسار بأفكار جديدة عم يحاولوا يشترحوا أفكار جديدة الرئيس بري عم يقول لابد من أن نبدأ بانتخاب رئيس إذا ما توصلنا إلى اختراق جدي في مسألة قانون الانتخاب نرجع لنقطة صفر لن نقبل بأي قانون انتخاب ما يكون في إله قاعدة واضحة ومعيار واحد أي اتفاق مهما تكون طبيعته من الناحية التطبيقية العملية يجب أن يبدأ هذا الاتفاق بانتخاب رئيس وتبين في تمسك من بعض الفرقاء بأنه أو في تنتخب العم يشعل عم رئيس جمهوري أو لن يؤمن نصاب الجلسات جو النقاش العام بدأ بالسؤال ماذا سنفعل على مدى ثلاثة أيام فهي مدة طويلة لا سيما أننا لم نتفق على شيء ولا نتيجة واضحة حتى الآن وتشير الأجواء إلى أن النقاش داخل هذه الجلسة بدأ وكأنها الجلسة الأولى من الحوار هنا تدخل النائب أسعد حردان معتبرا أن استمرار هذا الشكل لن يحدث خرقا مقترحا تطبيق الدستور لا سيما في مسألة تأليف مجلس الشيوخ واللجنة الوطنية للغاء الطائفية السياسية هذا الاقتراح لقى تأييدا مباشرا من الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال إن فرض أربعة مرشحين للاختيار بينهم لم ينجح على الرغم من تحديد مواصفات الرئيس في جلسات حوار سابقة مؤكدا أنه انطلاقا من هذه المواصفات تم ترشيح النائب سليمان فرنجي وأنه بدلا من الاستفادة من هذه المبادرة جرى الإقفال عليها وقال السنيورة الأساس هو رئيس الجمهورية مشبها إياه بخيط المسبحة أناب محمد رعد رد على هذا الكلام متوجها إلى السنيورة أنتم تنتهكون الدستور منذ عام 92 وهناك خلاف عمودي ونرفض الاتهامات التي تساق ضد حزب الله ونحن مع الاتفاق على رئيس للجمهورية ولا يحق لأحد اتهامنا بالخروج عن الدستور إلا إذا أردتم رئيسا في جيبتكم السنيورة رد بالقول لنتفق على مرشح آخر فقال رعد نحن مع سليماني فرنجي قلبا وقالبا ومع العماد عون قلبا وقالبا كمرشحا لرئاسة الجمهورية فرد الوزير الفرنجي على رعد ممازحا بتكون واحد للدني واحد للإخرة أضاف إن أول ما اتفقنا عليها على هذه الطاولة هو موصفات الرئيس وحتى الآن لم نلتزم بها وأقترح تثبيت ما جرى الاتفاق عليه وأنا مع من يجر الاتفاق عليه بالحوار ولا أكون حجر عثرة أمام أي اتفاق حتى لو اتفقنا على مرشح ثالث لمانع عندي شرطة أن يكون مرونيا وقالها ضاحكا تسلم الحديث النائب فريد مكاري وقال لفرنجي بل كفي حدا بعد بده يرشحك غامزا من قناته كقطب أرتودوكسي فرد فرنجي ممازحا ما في شي رح ينفع إلا إذا جبت رئيس أرتودوكسي ومع تشعب النقاش تدخل النائب طلال أرسلان قائلا على ضوء كل ما تقدم ومن أجل مصداقيتنا ومصداقية رئيس المجلس أمام الرأي العام ماذا نقول إذا خرجنا من هذه الهمروجة بعد ثلاثة أيام من دون نتيجة عندها سنخسر كل شيء لماذا لا نعلنها جلسة عادية بدلا من القول إنها خلوا أول موافقين على الاقتراح كان جمبلات وقال إن القصة عمليا على القانب الإقليم والدولي لماذا لا نحرك القوانين العالقة بمجلس النواب ومن ثم غادر الجلسة فرنجي اقترح تقسير مدة الحوار إلى يوم ونصف فرفض بري وقال هناك مشكلات اقتصادية كبيرة وتحديات كثيرة ووضع البلد اقتصاديا في خطر لنحاول تحقيق اختراق ولو في موضوع معين النائب سابنجميل قال إنه في ضوء الاستطلاعات يمكن أن ينال العماد عون أكثرية 65 صوت وإن الأغلبية تقول لا مانع لديها في حال فاز الانتخابات فرد بري في الثامن من آب هناك جلسة انتخاب تفضلوا نزلوا على الجلسة كما دار سجال بين السنيورة وبسيل حول النسبية وإمكانية تطبيقها وخلصت مصادر مشاركة في الجلسة إلى القول إن قصة ابريق الزيت والهو بين السياسيين والمواطنين أصبحت كبيرة ولا يمكن إعادة وصلها باسل العريض قناة الجديد